اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة افضل تطبيق في الشهر والذي سنقدم فيه افضل ثلاث تطبيقات لمحبي السفر لشهر ديسمبر هذه التطبيقات تقدم معلومات عن الوجه التي ستسافرون اليها وايضا التحقق من حالة الطقس وخاصية الحجز ايضا من خلال هذا التطبيق سنبدأ اولا بتطبيق TripAdvisor TripAdvisor يعرض الكثير من اراء الناس حول الوجهات والاماكن المختلفة ايضا يقدم ارخص الاسعار افضل الفنادق والمطاعم ويقدم اقتراحات للانشطة المرحة المتاحة في الوجه التي تريد ما يميز TripAdvisor ان به خاصية حجز الفنادق والمطاعم وكل ذلك من خلال هاتفك الذكي تطبيق TripAdvisor تطبيق مجاني وسهل الاستخدام حيث يمكنك مشاهدة مقاطع فيديو وصور للاماكن المختلفة تم وضعها من اناس زاروا هذه الاماكن يمكنك ايضا البحث عن المطاعم بواسطة نوع الطعام السعر وايضا الفئة TripAdvisor يمكنك من مقارنة اسعار تذاكر الطيران المختلفة واختيار الانسب لك TripAdvisor به خاصية Near Me Now التي تقدم اختيارات مختلفة قريبة من مكان موجودك يمكنك ايضا من عرض اسئلتك في المنتدى الخاص بTripAdvisor ثم يقوم المشتركين بالاجابة عن كل اسئلتك والاستفادة من ارائهم TripAdvisor تطبيق متكامل وسيسهل عليك التخطيط لرحلتك المقبلة التطبيق الثاني هو Adobe Color يبدو Adobe Color للوهلة الاولى على انه عجلت الوان بسيطة لكن خصائص ووظائف هذا التطبيق لا تصدق عند فتح التطبيق ستجد ان الكاميرا تم تفعيلها ايضا وظهور مجموعة من النقاط التي تلتغت قيمة الالوان الموجودة في الصورة كلما تحركت تحركت هذه النقاط يمكنك بعد ذلك حفظ الالوان المختارة في صورة وعرضها على انها ثيم بعد حفظ الثيم يمكنك تعديله واعادة تسميته ومشاركته ايضا كي يستمتع به اصدقائك ودائرة معارفك يمكنك الحصول على قيمة الار جي بي او الهيكسا ديسمو للالوان واستخدامها لاحقا مع اي من منتجات ادوبي مثل فوتوشوب وإلستريتر ادوبي كولر تطبيق اكثر من رائع ومفيد جدا لكل محبي التصميم والالوان وليس فقط المصممين بل اي شخص يمكنه الاستفادة من هذا التطبيق عندما تسافر سيساعدك ادوبي كولر على التقاط الالوان الرائعة في الطبيعة التطبيق الثالث هو ياهو ويذر ياهو ويذر تطبيق يقدم لك صور مذهلة وواقعية جدا لحالة الطقس ياهو ويذر يقدم معلومات مفصلة عن حالة الطقس بما في ذلك درجات الحرارة لمدة عشر ايام على مدار الساعة يقدم تقارير عن حالة الرياح والحرارة بطريقة تفاعلية جميلة ايضا به استشعار للرطوبة وتخمين اوقاته طول المطر ولسهولة استخدامه يمكنك وضع تطبيق في صورة وجد في الشاشة الرئيسية لمتابعة حالة الطقس تطبيق ياهو ويذر ممتع في الاستخدام وسيساعدك على اتخاذ الكثير من القرارات عند الذهاب في رحلتك المقبلة مع هذه التطبيقات الثلاثة يمكنك الاستمتاع بسفرك عينما كنت ارجو ان تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقة من افضل تطبيق لشهر ديسمبر اتمنى ابداء اعجابكم بنا على صفحتنا على الفيسبوك ومتابعة تغريداتنا على تويتر والاشتراك في قناتنا على يوتيوب شكرا لكم متابعتنا على امل اللقاء بكم في حلقة جديدة مقدمة لكم من اكسيوم